انت لقيت السعادة عرفين حفظ السجن سأل نفسه السؤال ده ولو ركزت في النص بصراحة هو جاوب إجابة حقيقية عرفين ليه حتى خذ باله في حاجة غريبة في النص لما قرينا النص فاكرين ان حصل حصل زلزل وبعدين الأبواب تفتحت فحفظ السجن السحي من النوم فجأة وقرر ان هو يعمل ايه يقتل نفسه ليه قرر ان هو يقتل نفسه لانه هو افتكر ايه ان كل المساجين هربوا طبعا ايه معنى ان كل المساجين يهربوا انه هو حفظ السجن هزق مش عارف يحافظ على السجن بتاعه فده معنى انه هو حيفقد الوظيفة بتاعته حيفقد كل احلامه حيفقد ساعاته واحتمال كمان يتقتل يقتلوا فهو قال ايه ايه ناخدها من قصرها وانتحر يعني ان بوليس قاله ايه و حنجلها كمان شوية بوليس قاله ايه قال له متقلاقش احنا قاعدين ومش حنحطك في موقف بايخ متقلاق مثل هارفين هو عاوز يقول له ايه بوليس ما تقلاقش على وظفتك يعني من حيث الوظيفة بتاعتك لا احنا جدعان قوي معاك وقاعدين في السجن و ومش متحركين، عارفين أنا كنت تتوقع حفظ السجن دعمل إيه؟ يعني أنت لو ما كان حفظ السجن تعمل إيه؟ بصراحة أنا خش بالمفاتيح بتاعتي وتربس الأبواب مرة تانية وأقول الحمد لله ما حصلش أي حاجة وخطتي لحياتي اللي شفناه في المسرحية الحرية بتاعتي الخطة اللي أنا رسمتها ماشية في السكة اللي أنا عاوزها بس حفظ السجن ما عملش كده، قال في حاجة غلط قال أنا مش لاقي السعادة الحقيقية، أنا مش لاقي الخلاص الحقيقي وعلى فكرة الخلاص اللي هو كان يقصده هنا واضح قوي أنه هو مش قصده على الجنة والنار ولا قصده أن أنا عاوز أتجنب بأننا نروح جهنم لا لا هو لقى حياة مختلفة، لقى معنى حقيقي عند الناس دي بولوسوسيلة وده اللي حتكلم عنه كمان شوية بس هو كانت إجابته على السؤال ده، هو أنت لقيت السعادة؟ كانت إجابة حقيقية؟ لا ما لقيتش السعادة في كل التواني اللي نتاها فيه في حياتي وأتمنى أن دي تكون إجابتك النهار ده، إجابة حقيقية، أنا ما لقيتش السعادة أنا شخصياً أنا كنت بعيد جداً عن ربنا لحد سنة 97، لحد ما كنت في تانية جامعة وكان ناس كتيرة من صحابي يجوا يحاول يقنعوني أجي نهضة في الكنيسة أطلع مؤتمر في الكنيسة، أحضر اجتماع في الكنيسة بالسنة كان حياتي بعيدة جداً عن ربنا، كنت مقيم في القهوة عمال بشيش كنت ببيع أفلام ثقافية، تعرفين طبعاً يعني أفلام ثقافية في المدرسة عندي كانت على طول الشتيمة مش مفرقاني خالص كنت بكره ربنا وبكره الناس وبالتاريق عن الناس اللي بيقربوا من ربنا وفكر واحد صديق لي قريب مني كان برضو عايش في الضياع زيه وبعدين فجأة جل ربنا، قرب من ربنا وابتدى ينتظم في حضور الاجتماع وكان جد قوي مع ربنا عارفين أنا عملت إيه؟ عملت له افتقاد عارفين حملة الافتقاد بتاعت الكنيسة لما تروح تفتقد الناس بعيدة عن الكنيسة أنا بقى روحت عملت له افتقاد قلت له يا ابني أنت جننت حد يروح لرقة تسيب نحنة تسيب القهوة تسيب الصياع وتروح للكنيسة عملت له ارزورته في البيت وحاولت تقنعه أنه هو يسيب ربنا مرة كان في حد بيكلمني عن ربنا قعدت التاريق عليه وهو بيقول أبانا الذي بس عمري ما حنسة في الليلة من الليالي في أبريل سنة سبعة وتسعين قبل ما نام كنت حقيقي قوي مع نفسي وصرخت من جواي قبل ما نام الصرخة دي قلت له رب أنا مش لاقي الساعدة الحقيقية لو تعرف تدليني عليها لو تعرف تغيرني زي ما الناس دي بتقول غيرني عمري ما حنسة الصلاة دي وبعدها بكم شهر كنت قاعد لوحدي في القوضة في قوضتي من غير لنهضة من غير ولا يام حصاد ولا الكنيسة كنت قاعد لوحدي في القوضة كنت متخنق مع البنت اللي أنا كنت معها في علاقة عاطفية كنت متخنق مع صحابي كنت متخنق مع أهلي كان الدنيا كلها مقفلة في اليوم ده وفجأة في اليوم ده بصيط لربنا وقلت له حتى أنت كمان زعلان مني ده إيه اليوم اللي مش فايت وبعدين لقيت صوته بكل قوة بيرد علي وبيقولي أنا بحبك حتى لو أنت مش بتحبني أنا بحبك وحفظ لحبك وحفظ لحبك وحفظ لحبك وفاكر ساعتها تهزيت من جواي ان ازاي شخص انا مش بحبه بس هو كل اللي جايلي منه ان هو بيحبني 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 وفي اللحظة دي يوم 10 نوفمبر سنة 97 اتغيرت لقيت السعادة الحقيقية